مجزء الحدي عشر من الإخبارية السورية أهلا بكم أكد السيد حسن نصر الله في كلمة له بذكر استشهاد القائد مصطفى بدر الدين أن الحدود اللبنانية مع سوريا أصبحت أمينة وخالية من المسلحين السيد نصر الله قال إن وجود المقاومة على الحدود اللبنانية الشرقية لم يعد له داع بعد إخلائها من المسلحين فالمهمة أنجزت مضيفا أن المقاومة ستحافظ على تواجدها على طول الحدود لمنع تسلل المسلحين وأشار السيد نصر الله إلى أن الذين يمارسون التطهير في سوريا هم الجماعات المسلحة التابعة لتركيا والسعودية وقطر جدد السفير الروسي في لبنان أليكساندر زاسبكان التأكيد على استمرار جهود بلاده من أجل مكافحة الإرهاب وإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا زاسبكان شدد في الوقت ذاته على حرص روسيا على بقاء سوريا دولة موحدة ذات السيادة موضحا أن روسيا تنتهج سياسة التعاون لمواجهة خطر الإرهاب ولافتا إلى أن بلاده تبذل جهودا للوصول إلى تصوية سياسية في منطقة الشرق الأوسط وأن هناك تنسيقا مع الحكومة السورية وحلفائها لتحقيق الأهداف في هذا الإطار أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيبان ديمستورا أن الجولة السادسة من محادثات جناز والتي ستبدأ يوم السادس عشر من أيار الجاري ستكون قصيرة للاستفادة من الزخم الذي خلفته الجولة الأخيرة من لقاءات أستنى ديمستورا قال إن المحادثات ستبدأ في السادس عشر من أيار الجاري وتنتهي في التاسع عشر منه في خبرنا الأخير ننتقل إلى فلسطين المحتلة حيث يدخل أكثر من 1500 أسيرا فلسطينية اليوم الجمعة يومهم السادس والعشرين على التوالي في الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي وسط أضاع صحية خطيرة يواجهها الأسر المضربون إلى ذلك أفدت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر اليوم رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس شرقة الكرم خلال عمليات تفتيشا أجرتها في منطقة المحجر التابعة للمخيم بذلك لكم قد وصلنا إلى ختم الموجة إلى اللقاء موسيقى